ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا أحد يرغب وينصرف عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وملة إبراهيم عليه السلام هي طريقته ومنهاجه وهي الإسلام بمعنى الاستسلام التام لله عز وجل فمن عرف الإسلام ثم عرف فضله ثم انصرف عنه إلى الشرك فلا شك أنه سفيه من السفهاء ويعني إيه سفيه؟ ما السفيه إلا جاهل امتهن نفسه واستخف بها ورضي لها بالدون ولأن الشيء يعرف بضده فلا أرشد ولا أهدى ممن رغب في ملة إبراهيم وفي الإسلام ولقد استفينا وانتقينا واخترنا في هذه الدنيا إبراهيم نبيا ورسولا وأبا للأنبياء وخليل للرحمن وإماما للعالمين وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات في الجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر